السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم جميعا إلى الدرس الثالث من المحاضرة الأولى في الدورة التدريبية مدخل إلى برنامج جيو جيبرا وتطبيقاته في التعليم سوف نتعلم في هذا الدرس كيفية تحميل برنامج جيو جيبرا وتنصيبه وأيضا سنتعرف على النوافذ الرئيسية في برنامج جيو جيبرا بداية مع تحميل البرنامج كما ذكرنا أن البرنامج هو برنامج لأغراض تعليمية مجاني ومفتوح المصدر يمكن تحميله مباشرة من موقع البرنامج نذهب إلى المتصفح الرئيسي لدينا نضع رابط الموقع www.jjibra.org ننتظر حتى تفتح صفحة الموقع هذه الصفحة الرئيسية لموقع جيو جيبرا نذهب إلى هذا الخيار أب أب download downloads لدينا هنا عدة إصدارات نذهب إلى جيو جيبرا كلاسيك الإصدار السادس download حجم البرنامج تقريبا 60 ميجا بايت بعد الضغط على download للإصدار السادس سيتم تحميل البرنامج نذهب الآن إلى التنزيلات أنا كنت قد حملت البرنامج سابقا نقوم فتح البرنامج ليتم تنصيبه مباشرة على الحاسب تنصيبا صامتا أي لا يحتاج إلى أذن موافقة أو متابعة نرى الآن أن الحاسب يقوم بتثبيت البرنامج وكما ذكرنا يقوم بتنصيب تنصيبا صامتا أي دون أذن أو موافقة تظهر أي قنت البرنامج هذه هي صفحة أو واجهة البرنامج نرى أن هناك عدة نوافذ في برنامج يوجبرا هذه النافذة هنا وتدعى نوافذة الأوامر لكتابة الأوامر الجبرية هذه هي الواجهة الرسومية لدينا هنا أيضا واجهة لإدخال الرموز والأرقام عوضا عن الكيبورد نقوم بإقلاقها هي لا تلزم نقوم بتقليص نوافذة الوامر قليلا لإضافة بعض النوافذ الأخرى أيضا نستطيع إضافة نوافذ من خلال الضغط هنا على مزيد من الخيارات لدينا هنا خيار عرض نستطيع أن نضيف النافذة الجبرية من خلال إضافة الحساب الحرفي نجد نجد أن هنا أن هنا قد ضيفت نافذة جديدة هي النافذة الجبرية حتى أن التوبيبات الرئيسية هنا قد تغيرت كانت التوبيبات خاصة في الهندسة أصبحت خاصة في الجبر والحساب الجبري لإخفاء النافذة الجبرية نقوم بالضغط عليها مرة هنا الضغط على النافذة نافذة الحساب الحرفي أيضا نستطيع إضافة نافذة جديدة نافذة ورقة البيانات ورقة البيانات هذه شبيهة بالإكسل فهي عبارة عن خلايا شبيهة بخلايا الإكسل إذن هذه النوافذ جميعها ورقة البيانات أو الواجهة الرسومية نافذة الحساب الجبري ونافذة الأوامر أو الانبوت هذه النوافذ جميعها مرتبطة ببعض فأي مثلا فأي معادلة نكتبها في النافذة الجبرية مثلا معادلة المستقيم سنرى أن هذا المستقيم قد مطل هندسيا في الواجهة الرسومية وكتب في نافذة الأوامر مثلا إذا أردنا كتابة المستقيم X زائد واحد يساوي Y نجد أن المستقيم X زائد واحد يساوي Y قد رسم فيه الواجهة الرسومية وكتب في نافذة الأوامر أيضا إذا أردنا أن نكتب في الخانة A1 أحداثيات لنقطة موينة سنجد أن هذه النقطة مطلت في الواجهة الرسومية فمثلا إذا أردنا كتابة الأحداثيات 2 1 سنجد أن الخلية A1 هي عبارة النقطة التي إحداثيات 2 1 وهكذا فالنوافذ في برنامج جي جبرة مرتبطة ببعضها كما أن فروع الرياضيات مرتبطة ببعضها ارتباطا وثير أحبتي بعد أن تعرفنا على النوافذ الرئيسية في برنامج جي جبرة يكون درسنا الثالث في المحاضرة الأولى قد انتهى قبل أن أودعكم لألتغلكم في الدرس الرابع ألقي على مسامعكم وقول جميل لابن خلدون حيث يقول إن أردت أن تعلم ابنك الصدق فألمه الرياضية إلى هنا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر